هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست أبو معي أنا واردي أبو ظاهر موضوع حلقت اليوم هو تأثير الكورونا على صحتنا النفسية ومعي الدكتورة ياسمين عقلي يلي رح تشاركنا تجربتها بعد الشفاء من الكورونا وتشاركنا تأثير الضغط يلي ساير على الطائم الطبي ياسمين أهلا وسهلا فيك وشكراً على وقتك بظروفها الأد صعبة وقاسي على الجميع وخاصة عليكم كأطباء مرسي واردي على الاستضافة كتير بحب أحكي عن هاي الموضوع لأنه عم نعاني كلنا منه كانت طائم الطبي أما الناس أنا صحيح اختصاصي مش بالمواجهة المباشرة مع الكورونا اختصاصي أمراض غدد وسكري بس كل الطائم الطبي عم بيواجهها بطريقة أخرى للوبي كخبرة في بلشلك أحكي عن خبرة العمل اللي عم نعاني منه آخر فترة خصوصي آخر شهر لأنه عم بيتزيدوا الأعدد آخر شهر في تزيد واضح بالأعدد من ضمن شغلنا يعني اللي عم بيتأثر منه المشكل بمرضى كورونا أنه مريض الكورونا هو معذول بما فيك تشوفي بالعيادة ومش بكل المناطق مجهزين عيادات للكورونا اللي عم بيصير خصوصي بمناطقنا هم بالشمال لأنه عم بيكونوا الناس عم بيضطروا يروحوا على الطوارق بحال أي عارض قلقهم أم زعجهم أم صار معهم دية نفس أم أي حرارة أم أي شي عم بيروحوا ببشرة على الطوارق تيتعينه ما عم بيصير مثل نوع على الاتصالات يعني المرضى اللي عم جات عايزين طوارق لأنه التوعية كمان نقصة بحال ولو عم لون عملت يعني من شهر أذار لليوم كتير انكتب انكتين على السوشل ميديا من الوزارة عندها سايت بس بحس يمكن الناس مش كتير معودين على استعمال الانترنت والبيجز الصفحات لهالشي وهاي دي كمان مشكلة لأنه الكورونا بدك تحكمي عن بعد للمريد بلدين بره استعملوا مثل إدات انه المريد هو يقدر يقيم ذاته وعأساس تقييمه يقدر يحكي الحكيم في يحكي تليفون في يحكي يمكن كلها الأبليكيشن مثل سكايب أمازون تقدر يحكي حكيمه يمكن يضطر يشوفه فيديو كول لأنه تقدر نشوفه للمريد بوجرة كيف عم بيحس شو عم بيحس لأنه هو في ما ينصف مية بالمية اللي عم بيصير اللي عم بيصير معنا باللبنان كونه ما كل هادي بوش موجودين عم نضطر لحنا كل الوقت كل الحق طبا نطلق الاتصالات لأنه لحنا عنا مرضى منتابعون خصوصي مرضى السكري مثلا هنا بخطر بالكورونا عم بتصلوا فينا كل ما يكون حدا يا عنده شك يا أصيب بالكورونا والمشكل عم نضطر نعيد ذات الحديث دايما الناس منا مقتنع كله أنه أي رشح بفترة الوباء هو فيكون كورونا شو بعمل 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 بي سي آر أم ما بعمل بي سي آر كل لازم يعمل بي سي آر عند أي أعارض نحكى عنه وصلنا كتير حكيين عن العوارد هذا سؤال كتير عم ينطرح علينا على كل الأطباء إن كان على الاختصاصات طبعونا الأطباء المرضى السكري اللي منتابعون أم مثلا اللي عاملين بالمواجهة الأولى أطباء الاختصاص يعني مثل أطباء الروية أم الالتهابات أم اللي عاملين طبعام أم طبعيلي بعمل بيكون عنا كمية تليفونيت كبيرة هاي أو أشي بهالناحية مية بالمية وهنا بنشوف الضغط يلي هني عم بعيشوا يعني الأسئلة المتكررة يلي عم بيتعرضوا لهيدول الأطباء يلي هني أسئلة مفروض بهل دالوقت يعني صارنا تقريبا حنصير سنة مفروض خلس العالم صاروا يعرفوا الجواب يعني ما مفروض الطبيب يتلقى اتصال عن شيء المعلومة موجودة بكل مكان وهيدا الشيء عم بيزيد الضغط على الأطباء مية بالمية يعني هاو دي كانوا وفروا علينا كتير إنه يعملوا الPCR تعالقليلي يوصل التليفونيت للناس اللي عايزي أكتر أسئلة اللي هني المرضى المصابين المرضى المصابين أنواع يعني ما الكل عنده خطر يعمل شيء حالي سيئة من الكورونا بس برضو الكل معرض فعليا يا مرحلات سيئة أم خطرة المشكل كمان بنرجع زيت النقطة هون إنه نحكى شوية العوارض الخطرة الناس كأنه مش يعني ما بعرف ليش الإدراك عم يكون واطئ العوارض الخطرة برجع علي هي الحرارة اللي عم تطوي تاخد وقت أكتر من يومين إذا بدك أم الخطر الأكبر اللي هو الأهم هو ديقة النفس المشكلة تقييمة لديقة النفس بدأ تقييم من حكيم إذا صارت فيها تصير عم بقلك عند أي شخص حتى الأعمار الصغيرة بس الأهم هي ما تصير عند الناس المعرضين يعني مثل مرضى السكري مرضى القلب اللي عنده مشاكل روية سيبيان مثل الربو أم مشاكل من وراء الدخان على الرياء انسيداد بالرياء أو هيك أم الناس اللي عندهن سرطان أم الناس اللي عندهن مشاكل دموية بالدم أم المرأة الحبلي هون الناس أكيد الكبيرة بالعمر فوق الـ 65 والناس اللي عندها زيادة وزن هون دي أكتر يعني فئات معرضين يعملوا حالات خطرة هون دي أكتر شيء لذي يرقبوا حالون والناس عم تنسى هالشي إنه هاته الشيء ممكن دي يصير من أول كورونا دي قتلنا فسأم في يصير أكتر شيء بعد أسبوع من الإصابة هالخطرة هي كتير خطرة وعالطول بنحكي لهم عنها اللي هي تقريبا بعد أسبوع بس فيها تبلش شوي قبل يعني تقريبا بين السابع والعشر يعني ما بدا يكون الحدث سائل على الأطبة وزيدة عليك ومن وجهة نظري أنا على الضغط يعني نحن عم نعيشه كأفراد بعيدا إذا نحن بالطب ولا مش بالطب مجرد الضغط والفكرة إنه أنا ممكن كن لقيت هيدا الفيروس وأنا مني عارف ممكن كن مصاف يمكن كن عم بعد حدا هو الحلو بيعمل نفس يعني عن جد أوقات ما بكيش شيء يعني أنا وصلا اليوم حدا من رفقاتي عم بيحكينها عم بيقلي إنه يمكن معي يمكن لقيت الفيروس أنا صار لي أكتر من جماعتين ما شفته براسي دغري أنا صرت حسيت ديق نفسي وسأنه أنا أصلا ما شفته وأكيد ما نعديت منه وأكيد ما لقى حلق فجأة رحس بديق النفس بس أنه على أول وهلي بتصير تحس أنه بدقل لحدا بيسأله أنه لازم أحكي الحكيم وإسأله كمان في هيدا الخوف الكتير موجود للألق يلي عايش فيه كل الشعب هلأ لحجعلك على النقطة هلأ هنتي مش نهيك لحنا عايزين تقييم مش نهيك على التليفون أو إيت نحنا كمان علينا مسؤولية هالمريض فعلا عم بيديق نفسه يامالا كيف بديق أعرف أنا هوني لازم يجي بازم يشوفه في خطر إصابة للمالحكيم بدو يشوفه بإطار معين بدو يكون لابس البي بي إي لتياب كله الواكي وكل العدة بقى هوني عم تخلق مشاكل هوني عم بيصير الضغط على مثلا وحدة الطوارئ ما عم بيلحق الحكيمة بريك تقييمي للمريض تأرجع على العامل النفسي العامل النفسي مهم كتير لأنه مثل ما قلتي في كتير ناس مجرد ما احتكوا بحدا أول عامل نفسي بيصير أنه بيصيروا يحسوا بحياة العارض بمبينيتهم دقة النفس تلك شيء تكوني خفتي عدتي غيرك أنا هاي عشتها شخصيا وليس حكي عنا بعدين هاي تلك كتير شعور نزعج شعور بالزنب حاملينه لحنا تالت شيء التخويف من الكورونا مهم صحيح بس الخوف عم يصير قلق اضطرابي يعني مش قلق عادي كلنا عم نخيف حتى اللي عم ينصاب عم بيضل مرعوب لا يقوم يصير لي شيء هاي دي جاو عام منيح ومش منيح بذات الوقت يا ريتو ساعد على التوعية بس عم بتاع ابناء وقعد الشخص لوحده بيعزلي ما كل العالم واحدة قدرت تقدر تعرف شو عم بيصير معه هاي المشكلة تبع الكورونا في تعب نفسي على المريض عم بينتقل على الحكيم بطبيعة الحل ام لانه بيغييب العائلة وخصوصي عند الناس اللي يقلنا بوضع خطر ام حرام ختيار معزول ام ام ماشي هون يمكن فيه إلودور الصليب الأحمر بس يروح على البيوت يشوف لابس في بي فيه ساعد شوي اذا دقوله بس كمين عم تنسي عم بيزيد الضغط ساعته على الصليب الأحمر هلا فيه شي مهم انه فيه نعمل اذا الحكيم هو عنده مناع على الكورونا يمكن هي فيها تساعد اذا ما هي كمين هون ما فيه شي اكيد يروح يزور الناس ببيته تيشوف شو الوضع يقايم مباشرة هيدا اذا بدك المثالة بس هيدا كمين بدك تلبس قلب السوائي هون كمين عم زيد شغل على الحكومة هالي بدأقوله انه فيه شغل اصلا موجود فيه ضغط خرافي اذا بتشوفي بعض الأطباء ومبارح كمين انتشر صورة لنورسات بالمستشفى ممرضات تتطلعي على المنظر العالم خلاص يعني بكلمة للكلمة من معنى استوه يعني ما بقى فيه طاقة تجهة تقولي لهم انه عملوا هيدا المجهود التعب صار تخطى انه نحنا نطلب منهم اي شي ينعمل صح الا احنا ما عم نطلبه منهم مثلا انا اختصاصي مثل ما قلتلك مش مواجهة اولى عم بقدر اوقات اتأمن بطريقة بطريقة انه انا بنيتي يساعد هالطاقم اللي قاعد بالطوارق اللي هو المواجهة الاولى خفف عنه منه من التليفونات اللي عم تجي علي منه من انه ممكن قدر اقامل بعد زيارات كوني اصبت مش من فترة طويلة بس هيدا عم نحكي مثالي هيدا الشي لازم يمكن يكون موجود الكل والكل بتخيل عم بيعملوا يعني كلنا فتنا بحلقة انه عم نحارب الكورونا الارهاق بلش عند اكيد الخطوط الامامي بس كمان كلنا تقبلين يعني انا اجت جمعتين فضلت الاعياد كان ارهاق لانه كانت الحالية عم تطلع كتير وبلش الخوف العام ومعد فينا اللح انا كيف غيري اللي عم بيسر منهم انهم كتير عم بيعانو والمشكل اللي بيرأي هي رأي شخصي الكورونا مرض بعد مش معروف شو عم بيصير وكل يوم بيتغير معطيات طبية معطيات ادوية هيدا الشي بيخلق لنا قلق لقلنا وصعور كبير بالمسؤولية انا عم بتعب ما بتدي تعرفي يعني كل مريض حالته شي ما بيشبهو بعضهم الحالات كل يوم بيوم مع المريض يعني هيدا مش انه شغل عادي هيدا شغل فوق طاقتي واذا تعب المريض هون يقص شغل اصعب واصعب واصعب واعتبري مريض ببيت وبدك ترقبه بدك مرقبه او مرتين بنهار في دقلك الشخص يعني ما هو ابدا شي بنقدر نحمله على مدى بعيد يعني بنتحمله جمعتين بنرتاح بس ننرتاح اكتريتهم ما بيقدروا يرتاحوا ولا ثابتوا ولا احد مية بالمية ياسمين انتشر خبر انتحار طبيب التواري بكندا بالاسابيع السابقة واهلا قالوا انه هني اعلنوا عن هيدا الموضوع لا يوصلوا للسلطات انه قديش كبير الضغط يلي عم بعيشو طائم الطب بهيدا الفترة من خبرتك ومن خبرة زملائك يلي انت على تواصل معهم دايم ممكن تشرح لنا شوي شو هو الضغط يلي عم بعيشو فوق قصة يعني حكينا عن يمكن الضغط النفس بالاتصالات بالعدد الهائل يمكن هاي المسئولية بس كيف هني عم بيعيشوا هيدا الشي شو القصص يلي عم بتصير معهم يوميا من خبرتي وخبر الزملائك وحتى زملائك برا لانه برا بعد في حالات فيه اعداد بشر اكتر بكتير في مدن مثل باريز ونيويور عم بيشتغلوا بمراكز اولية لمحاربة الكورونا وقعداد كتير جبيرة وكل انواع العالم عم بيشوفوا كتير حالات خطرة عم بيشوفوا ناس عم بتتعب عم بيشوفوا ناس عم بيديق نفسها هيدا بيخلق نوع خوف المشاهد اللي عم بتنشيف يوميا العذاب الجسدي والنفسي للمرضى عذاب اهلهم الموت اللي بالعزلة كل يعني عنديك جو رعب مثل الافلام الرعب عادي هيدا الجولة وحده قادر يحطم انسان كيف اذا مع بتلحق كيف اذا الخيار بين انه اي شخص ديك تنقت التركيه طيب اي شخص بديك تعطيش جهاز اذا عندك جهاز واحد المشاهد الحزينة يعني اللي بتنشيف مثل مشهد حرب انا بشوفه ما بشوفه إلا هيك مثل مشهد انفجار بيروت يعني بالطوارئ كان ذات الحالة واكتر عم بيجيكي انت هيدا وباء عم بيجيكي ععداد كتير جميلة بيظهر في كتير أصير وععداد سايقة حالات كتير بشعة بشعة يعني الشخص اللي عم بيتعذب بالكورونا مشهد أكيد ما حدا بيحب بيشوفه وبتخيل أكيد هون بترجع الطاقم الطبي أكيد مش بس الحكمة ما رح ننسى المرضات وهون برجع لقلهم ووجه لهم دائما تحية لأنه هني بالخط الأول هني اللي عم بيكونوا أكتر وقت حتى مع المريض من الحكيم لأنه موجودين بالقصم 12 ساعة حسب الدوامات اللي بقصموا بقى في معانات نفسية للمشهد اللي عم بتشوفه وفي الضغط للشغل والمسؤولية اللي هو كمان فوق العادة والقلق يعني حتى الكويبيس اللي فيك تعملية من وراء اللي عم بتشوفه والمشهد الموت اللي ما عم بتلحق له قدي صعب عن جد كتير صعب وهي دي يعني وكوني أنه شخص دايما بيحكي عن الصدمات النفسية ومتخصصة بالصدمات النفسية عن جد الأطباء والطائم الطبي وكل شخص موجود بالمستشفى أو حتى أنا بقول كمان الأشخاص اللي موجودين يمكن بالسوبر ماركت لأنه كمان كتير كتير معرضين بخطر دائم وبقيوا عم بيشتغلوا بكل الظروف عن جد عم بيعيشوا صدمات متكررة كل يوم يعني عايشين تحت صدمة ما عم تخلص يعني يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم وبعتقد كمان في صعوبة ما بعرف إذا ان ذكرت لأنه بعتقد أنه الأطباء اللي ممكن يكونوا زملائك أكيد عندهم يمكن أطفال عندهم عيال كمانا تأثير الخوف من أنه أنا كيف بروح على البيت طب ما بشوفوا لدي وإذا ما شفتون أدي هيدا الشي كمان عم بيأثر عليهم هيدا هو شي عامل إضافة بدك ترجع أنت لو لبسي كل تيابك ما ترسي الطائم بالشغل وهكذا مرهك بيعمل برن اوت خلاص ما بعيد فيها عندك قوة يعني كمان بدك تقضيها تشلح وتلبسي وتغسلي وتنطفي وتعقمي والرجع على البيت عشية أولكن أنا حملته فيكتر أنا ممكن أوصل المرض من شخص للتاني لو ما أنا عادات أمشي ما بعرف تأسيلي كتير بعدها مش معروفة بتوصل على البيت أواشي بدك تعمليه أكيد تتبقى تعقمي وتغسلي وتعملي هيدا أواشي فيه خوف وفيه إرهاق لعما بتعمليه بشكل متكرر وكمان ممكن بالعمر دي حدا مريض قريب مني كل هاودي هاودي أكيد عامل إضافة نسيت نذكره بس كتير مهم بعتقد عم نجرب يعني نوصل قد ما فينا الوجع والصعوبة يلي عم بعيشوا لطائم الطب لأنه للأسف ما بعرف قديش حقيقة يلي رحقوله بس لما شين احنا ما منكون شايفينه وجه بوجه يعني إذا أنا الطبيب أو الممرضة مش جزء من عائلتي ما أنه شخص أنا عم شوف عن جد شو عم بيشوف كل يوم وبشو عم بيقطع كل يوم يمكن ما عم نقدر نتخيل قديش في صعوبات وقديش هني موجوعين فمهم مهم نوع كل شخص يمكن بعده ما مصدق أنه في كورونا أو بعده ما عم بياخد يمكن الإجراءات أنه في ناس عم تبوت ميت موتك كل يوم لحتى تبقوا يعني لحتى يحافظوا عليهم فما بعرف إذا في أي رسالة أخرى بتعتقد الأطباء ممكن يكونوا بحاجة أنه يوصلوها قبل ما نحكي مجددا عن تجربتك ويلي صار معك لما لقى تلكورونا فيه اختمع هالفكرة أنه أكيد النداء طبع الأطباء أنه كلنا عم نحارب كرمال الكل كرمال عيالنا وكرمال الناس وهذا شي حقيقي موجود وعم ندرسه يوميا وعم نقرأ عنه يوميا وبيطلع كتير دراسات أكيد شي حقيقي وشي خطير وابئ مشكلته أنه وابئ وابئ يعني بفترة أسيرة بعداد كبيرة فيه فرق بينه وبين غير الأمراض صحيح بيقتل أقل انتبهي ما بيقتل أقل غيره بس المشكلة هي بالفترة اللي عم يجي فيها السريعة وسابقنا بعمل وقت الوقت مش من المصلحاتنا بقى كيفنا نسبقه نتضامن كلنا نتضامن الناس معنا بيساعدنا لأنه نحنا لو فتحوا أسرة لو فتحوا مستشفيات كمان نحنا يمكن نمرض ونقعد بالبيت ما في كفاية يمكن من طبي اللي احنا بشر بالآخر اللي احنا عم نحس مع العالم عم ننجر معهم وعم نتعرف كمان بس هاي دي أول رسالة كابتا أرجعت أوصل على الفكرة التانية هيك بختمة مثل ما قلت إذا ما شفنا الشغلة هاوقات ما منحسها وهي شي كتير طبيعي زيت الشي بالقصة الوباء وشي قاله ألبير كامو بكتابه الباست القديم اللي بيتطبق اليوم على اللي عم بيصير معنا إذا ما إجع هي أوقات أنه مش موجود ما بتصدقيلة تشوفي وبعيد بقى هوني وبعيد كأنه عم بيعني كوكب تاني بقى هلو ترسيكولوجيا نفسية كتير مهمة وموجودة بكتب ومكتوبة ومدروسة من قبل يعني مش شي بيشبه البس عصرنا بالوقت اللي عصرنا أنه في السوشيال ميديا يعني هدفها كل الوسيل المهاصلات اليوم تبين تقرب الأشياء وبردو في ناس مش نسدها بقى وعم نكرر بكتا طريقة يعني وعم نكرر ولاحظي اليوم بعدنا عم نحكي عنه بالوقت لأنه الدول فاتت بمرحلة اللقاح نحنا بعدنا عم نحكي بالويقاية وبالعلاج بقى للأسف للأسف عن جد أنه بعد في ناس بعد ما فهمت الأساسيات يعني بعدنا عم نعيدي اللي كنا عم نقوله يمكن عن جد من تقريباً تسعة شهور يعني وقت قطع كتير طويل ياسمين قلتي لي أنه لقطة الكورونا وحمد الله مش الحال لا أطيب بسبب دوري كطبيبة ولا بظروف أخرى أنا دوري كطبيبة بالعيادة أكتريت شغلي من ضمن اختصاصي يعني كنا عم بفترة الكورونا الأولى عم نحل أشياء التليفون بمستشفى أم إذا اطرينا الروح روح بس في عندك الألبسة وكلها بعض من شغلي أنا ما كنا عندي ولا مرة شي مباشر مع مريض كورونا لأنه اختصاصي يعني ما منستقبل هالحالات طبيعة الحال وبذات الوقت أي مريض مرشح همشي منقلو ما يجي ما ياخد موعد ويعمل فحص بزيار عم كمين عم نلبس يعني لابسين أشياء واكية ولا قدتوا بالشغل ما قدتوا بمحل أكيد ما تقعد القدتوا فينا لأنه دايما كتير عم نتبه للأسف كتا داختي بزيارة نمت عندهم عندها ولدين اتناينيتهم بحضانة والعطانا الألارم هو الخوف اللي حسينا فيه البيبي الصغير اللي عمره 11 شهر كنا بيعمل رشح مع كتير تعبان يعني ملش لش وشوية حرارة من بعد أمه حسيت حالة كتير تعبانة ضغري يعني بلا تفكير لنا ممكن كتير يكون كورونا مع أنه فيكون رشح وخيوه مكير كتير مرتاح ضغري عزلنا حالنا يعني عزلنا حالنا عن بعض وعن عائلتنا تاني نهار اختي عملت حرارة عملت PCR بوزيتيف أنا من بعدها بيومين بيان فحصي كنت دجا معزولي قبل وكان في شوية تعوارض صراحة مش كتير قوية من جهتي يعني شوية حرارة مثل أكتريت لعنا محسة عم بتكون 38-38 وشوي كيف يوجع زلعيم بعدها نختفى الشم والضغ هاو دي تقريبا الكل عم بيعاني منه نختفوا بعد شي ثلاث تيام من بداية العوارض وبقيوا على جمعتين عش تيام مخفيين رجعوا تدريجيا نهلا يعني من بعد شهرين من مصحات أم شهر شهر بالأحرى الشم يعني 90% تصار مليح كيفيه تعب أكيد ووجع جسم بس أنا ما يعني ما عنات أبدا من أي عوارض أكتر من هيك وكيت العزلي صعبة صراحة مع أنه أنا قدي بدأ ليا عزلي لأنه أكيد كيت طويلة لأنه نعزل قبل بوقت ووقت طويل وقادي مش وحدة قادي بيبات مع أهلي يعني عزلتي عنهم كيت أقسف كيت وطريي قسي كتير ما خلي حدا يقرب صوب بالقوضة يعني حتى المحيط القوضة الغرفة اللي نعزلت فيها كيت أنا اللي عم بأم كل شي وهيكي والأكل أكيد كان عم ينحط بعيد ما عم بقدو جيب لحالي أشياء وعم ينحط بعيد وهيكي كان في صعوبة أنك تكوني معزولة مش يعني العزلي بحادة أنه عايزي حدا يعني أعتبر يصار لك شي هلأ في حدا بس أنت وحدك يعني وحدك قدام المرض كليا هلأ الفزع بزيد عندي ممكن حدا بالطاقم الطبي لأنه نعرف أشياء عنده أكتر وكي فيه كويبيس يعني وخوص بس ليش الحال مع الوقت يعني وبعدين أخدت القصة وقت ترغم تعب يعني بس يعني شحر بكلها عبادة كتبني حانا تجربتي تنعد كتير هايني نسبة لغيري وأكيد قدرت أحمي حالي وساعد حالي أنا لعن بعرف أشياء بس عندي تجربة تخيي كتير صعبة تخييك نعدها منك أو لا تخيي ما بشوفه يعني مش عيش معي بيتات البيت تخيي بعد شي شهر نعدها بعشا نعمل ضمن التعبئة العامة تتشوف العام وهدي شي أنا صرخت فيه تعبئة عامة نعزم فيها خيي وراح بالرغم ما عرف نيه أصلا وراح ما منعرف يعني راح وشباب كتار كلهم شباب خيي نعدها والكل نعدها يعني تخيل درجة الإصابة بمنطقة بمطرح مسكر بعشا نعدوا كل الشباب وعدوا عيالهم خيي نعزل بكير ما عدا حدا من عائلتنا بس خيي عمل حالي خطرة ابدي عمره تقريبا بس لحتا خيي خيي عمره 38 سنة ما عنده مشاكل صحية مزمنة من هايدي اللي نذكرت عنده ضغط بس إنه ضغط مقبول يعني والضغط لعلق مش كتير بأكد إنه فيه لعب دور بالحالية الخطرة خييي تعب بعد دريبا 20 يار ما بلش ديقب نفس ضغري بس كيف في تعب يعني ما بيقدر كتير يتحرك عمل نوع من منسمي لحنا هبوط بالأكسجين صامت يعني ما بلش عوارض أو شي كان عنا المكانة اللي بتفحص الأكسجين حطينا يعني بالبيت هاي الأكزيمات كان عم بيفحص الأكسجين عنده بلش يوطى تدريجيا وراح مرتين على المستشفى والمرة على التواريق نعمل كتير أشياء كونه شابه هيك اعتقدوا أنه ممكن تقطع بالبيت بالأدوية بالبيت الدهور بـ 12 ساعات تقريبا بالبيت على ساعة بتلقانه كنت تحده أنا ولقانه شي صامت عم بيعمله وأنا شفته عم يديق نفسه وما كان حاسس بعد بيديق النفس طيب ضدنا نقلني على المستشفى وفيت وبقي جمعة بالمستشفى المشكلة إنه صغير ايه وعايش علاجات منا للعلاجات الجديدة الكتير غالية لقان بمرحلة مرضه مع ذناها بس عايز علاج تقيل نوعا ما ولهلأ من بعد شهر مما تعالج وطلع وكل شي بعده عم بيتعب بعده ما رجع لصحته مثل ما كان قبل مع أنه صغير بالعمل هلأ أكيد الخطر الموت كان موجود بس كتير قليل بس كان في خطر الفزع يعني بحد ذات وهو فزعان والسترس علي أنا كطبيب يحده يعني أعتبريني طبيب أم أخته كمان كان كتير صعب وعلى الحكمة اللي حوالينا كلنا يعني وقطعت بس كان كتير صعب يعني عم نحكي عم بلاحق مريض واحد يعني تخيلي حكيم عم بيحكم مثل خي كذا حدا الأساس اللي عم تحكي فيهم بيفرجوا عن جد قد الوضع صعب إذا بديك توصفي كتير عم تقولي أنه أنت كتير عم بتشوفك هوابيس كان فيه صعوبة بالنوم بعتاد بمجرد ما فيه فقدان للشم والذوق يمكن كمان كان فيه بعض المشاكل يمكن بالأكل شو في شي عوارد أخرى يمكن نفسية عاش خييك أو أنت عشتيون بسبب هذا الضغط هلا هو في نقطة كتير مهمة الشم والذوق فقدان الشم والذوق شاكلهم ما أنهم مثل الرشح العادي بتفقدينهم من ورا الخلية الموجودة باللسان أم بالمنخار شاكله الفيروس بيفوت على الراس وهيدي عم بيخليك يتفقدين حيستان أم الحاسة حسب الأشخاص وأكيد الأكل ما بتادي تصير تاكلي بس تاكلي يعني شاكله عم بيفوت على الراس وعم بيعمل مشاكل نفسية ومشاكل الراس عصاب لبعدات أنا أكيد كان فيه الكوابيس والخوف والقلة النوم هذه كانت كتير مهمة أنه ما عم بقدر نام أبدا بالليل وبقيت معي وقت يعني ترجعت في ناس عم بيشكوا من غاشية عم بيشكوا مثل خيي صار معهم مختوتر كتير يعني خيي ببحثوا بيدي أخلقوا من أشياء هيك سخيفية يعني إذا حكي حدا على التليفون ضغري سعيت يحس حلو عم ينسى وأنا كمان عفو أنسيت هيكي بفترة معيني صد أنسى أشياء لكن ما عبركز بس عم بيحكوا كتير عم بيسي عندهم حالاتنا سيين يعني وبيعطوهم فيتامينات بنعطيهم فيتامينات مثل البيوان سيكس وتوالف بعدين يرجع شوي يرجع الأشياء المشاكل النفسي التاني فيها تكون نهيار نهيار نفسي ديبريسيون سندروم ديبريسيف كمان موجود كتير في كل نسى عم بيعينه منه ديكتي أب سوري لا تقريب ياسمين بس ها أوضح الفكرة هلأ نعرف أنه بعد الدراسات بعدها قائمة يعني في قصص معقول هلأ التنقال أنه هي صح يمكن بعد ثلاث كم شهر يطلعوا غلط وكلها بس سمعته هلأ عم رجع سمعته منك أنه عم يقال أنه أوكي في الضغط يعني هو بيجي من مجرد أنه أنت خايفة أنه في هيدا المرض أنه بركي حدا صار له شي بركي أنا صار له شي بركي عديد حدا في هيدا بس كمان الفكرة اللي أنت هلأ عم تقوليها أنه عم بسمع أشخاص عم يقولوا أنه يمكن هو الفيروس بيحد ذاته بيسبب بعض الصعوبات النفسية فهيدا الشي اللي كان أصدق تقوليه بس عم موضح كمان عم بيحكوا أنه في هاي نقطة حلوة يعني بعد فيه ناس بيطولوا بيضلوا نحاملينه بشكل طويل لو صحوا منه كفيروس العواقع طبعهم عم بضى الوقت معهم عم بيكون لستة شهر هلأ حسب لأن وقت قصية مثل ما قالنا وفيه أشياء نفسية من وراها وفقدين الشام ودوق في ناس ما عم بيرجع عم بيبع وقت كتير طويل أو ما عم بيرجع وهي عم بتعمل مشاكل يعني تخيل حرك ما بتشمي ولا بتدوق مية بالمية وقد كنا أخذين هيدا الشي إنه إنه هيدا شي عاد وموجود وفجأة هيك يروح يعني كل هيدول هيدول ضغوط عن جد كتير صعبة لازم يعني الأشخاص يعرفوا إنه إذا عم بيحسوا أي شي منه هو هيدا شي طبيعي منهم لحالهم بهيدا الموضوع ولما بيكون في قلق وخوف عن جد كتير كبير ما عم بيقدروا يتصرفوا فيه أو يعرفوا شو شي اللي لازم يعملوا مهم إنه يلجأوا للأشخاص ومن هون أنا حابة أخذ مداخلة كمان معصبية صار مع كورونا وحابة تشاركنا تجربتها جوزيفين شكرا لوجودك معنا ولمشاركتنا تجربتك مع الكورونا ممكن تعرفين عن حالك هاي أنا اسمي جوزيفين زوبليت عمري 26 سنة درسة هندسة ميكانيك أنا شخص بيعمل تقريبا كل يوم سبور وبصحة كتير منيحة ما بداخل ولا بأركل وما عندي ولا أمراض مزمنة ولقاة الكورونا وشو كانوا العوارض عامة أوكي أنا رقاة الكورونا تقريبا من جمعتين إذا بدنا نحط العوارض اللي بنحكى معها واللي عمامتها منظمة الصحر العالمية حسيت بتقريبا 90% من العوارض أكتر شي كنت هنبحث بوجع وجع كتير قوي بسعلة قوية بضيئة نفس بتعب بحرارة باستفراغ يعني ما بحث يعني في شي تقريبا ما كنت هنبحث فيه أوكي أوكي وهيدولي كلهم صاروا يعني بالتقسيم ولا كانوا عم بيصيروا كلهم مع بعض للصراحة هي بلجت الخبرية أنا كنت عم بحس بوجع وبواجع كتير قوي وبسعلي بلجت هيك وبعدين صار يوم عن يوم يزيدوا العوارض ما في شي راح لقد ما أنه صاروا يوجوا ورا بعضهم كتير عم نسمع أشخاص عم بيقولوا أنه هن ما بيعرفوا من وين لقاتوا الكورونا أنت قدرت تعرفي صراحة نعم قدرت أعرفي خبرتنا شوي غريبة ستة اختلت مع إنسان مع شخص كان بوزيتيف وهذا الشخص ما حكي مع ستة وستة طلعت قعدت معنا بالبيت وهيك بلشت الخبرية عديتنا ونحن عدينا بعض بقلب البيت وإذا بديك تتطلعي على الخبرية كله على بعض إذا بنا نحكي شوي أكتر عن الصحة النفسية أكتر من الصحة الجسدية أي فترة كانت هي الأصعب صراحة ما في فترة أصعب في فترة غير عن التانية في فترة قبل ما أعرف إنه إذا أنا بوزيتيف أو نيجاتيف وفترة وأتعرف إنه أنا بوزيتيف الفترة اللي كانت قبل هي فترة كتعتليني هام مش عارفة إذا لحنا منصابين أو لا مش عارفة شو مفروض أعمل تما أنصاب أو تما حدا من عائلتي ينصاب لحنا بالبيت عنا كذا حالة شوي حرجة ومن الحالات اللي يلي بيقولوا عنه أنه هني عندن عندن ريسك أعلى من غيرهم يصير معهم عوارض قوية فكتعتليني كتير 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 هام بالفترة يلي قبل ما أعرف حالي بوزيتيف وأتأكد من كل العناصر العائلة يعني إذا هني ماريدين أو لا إذا نصابوا أو لا بالفترة يلي كتعار في حالي أنه أنا بوزيتيف فيها غير أنه كتعتليني هام كنت كتخايفة لأنه لأنه الكلا عم بيقول أنه العالم اللي عمرها صغير ما بتحس بي عوارض وأنا كتعم بحس بي كل العوارض وكانوا هدول العوارض مضايقيني فما كتعم بفهم أنه ليه كل العالم عم بتقول هي ما بتحس بي شي وأنا عم بحس بي كل شي فكت كتير خايفة وعتليني هام برأيك عن جد العالم ما عم بيحسوا شي ولا كتير مختلف من شخص للتاني أو حسب لما حكيت أنت مع الأطبة شو الصورة اللي كانوا عم بيوصلوا لك إياها الصورة اللي كانوا عم بيوصلوا إياها هي أنه ما في شيء أكيد هيدا مرض العوارض طبعه وتعم بيحكي عنها الإنسان هي شيء كل إنسان بيشوفه بطريقة معينة ما حدا في يقول أنه الشخص الصغير ما بيحس ولا بيحس بعوارض ولا حدا في يقول أنه الشخص الكبير هو معرض أكتر من غيره أو حيحس بالعوارض أكتر ما في شيء بعد أكيد فالشخص الكبير أو الشخص الصغير تنين أتو الممكن يحسوا بالعوارض وتيكونوا منصابين بالمرض إذا بدك تحكي هيك باختصار قلت أنه كان في عندك خوف وكان في عندك قلق بكتير محلات شو العوارض النفسية اللي لحظتها على حالك اللي برأيك هي كانت نتيجة الضغط النفسي أكتر من أنه الفيروس كفيروس أول شيء الشعور بالأحساس أنا كده عم حس حالي خايفة كده عم حس حالي الآن عتليني همه الآن أكتر شيء كان عم بيصير ما هنهو ما عم بقدر نام بالليل يعني يقطع الليل كل ياته عم فكر عم فكر بسيناريويات إنه إذا صار هيك وإذا صار هيك وشو بدنا نعمول وبركة هنه بركة حدا صار له شيء وبركة زادت الخبرية وبركة هيدا أكتر شيء كده عم حس فيه وأكتر شيء إنه واحد ما عم بينام ما عم بينام عم ببكي كده أيام يعني بس حس إنه ما عم بقدر عبر مزبوط بالحكي عن يلي يلي عم بحس فيه وعن خوفي أيام أبكي فهيدولي أكتر شيء شو أكتر شيء ساعدك بهيدا المرحلة يعني شو الشيء اللي بتقولي إنه منيح إنه هيدا الشيء كان موجود لحتى أنا قدرت قطع هيدا الفترة أول شيء هي إنه يلي أهلي اللي نصابوا قبلي قبلي أنا وخيي كت عم بتطمن عنهم كل يوم هيدا أول شغلة فهيدا فكرة إنه التمن كت عم تريحني شوي تاني شيء وجودة أنا وخيي مع بعض بقلب البيت نحكي مع بعض نشارك بعض الأفكار يلي عم نحسها رفقات تساعدون كتير كانوا يطلعوا هيك أيام يشوفونا من بره يحكوا معي يجربوا يغيروا لي الأفكار اللي عم فكر فيها فكرة إنه حكيت باللي عم بحسه يعني أنا شخص ما ما بيستحي ولا إنه بيقول لا ما بدي أحكي باللي عم فكر فيه كت أحكي حتى لو من بالليل كت أحكي بالإشياء هيدولا من الإشياء اللي كتير ساعدوني بس لنوضح أنتوا كنتوا من قسمين بالبيت لأنه في ناس لقتوا الفيروس قبل غيرهم صح؟ نعم لحن أصمنا يلي لقتوا الفيروس أول شي قعدوا مع بعضهم ببيت ويلي لقتوا بعد خمسة أيام قعدوا ببيت نتا ما نكون لحنا اتنيناتنا مع بعض لأنه ما فيش أكيد كيف يعني التطورات طبع الفيروس بتكون جزافين إذا هيك بكلمة صغيرة بدأ نواجه كلمة للأشخاص يلي يمكن ما مأمنين إنه في كورونا بعضهم كافيين حياتهم عادة أو عم ياخدوا احتياطاتهم بس هنة مقتنعين إنه هنة بعمر صغير وما رح يصير شي شو ممكن تقولي لهم؟ أول جالب حاب أقوله لكل شخص مش مآمن إنه في كورونا وإذا هو لقطة ما بيحس بيشي هي إنه بليز آمنوا بالعلم يعني بيوجه الفيروس لحنا ما فينا نقول أنا بآمن أو ما بآمن أو مقتنع أو ما بقتنع إذا العلم قال إنه هذا الفيروس موجود وهذا الفيروس بيعطي إله عوارد وممكن يأثر على كل العالم مش لحنا يلي بدنا نقول إيه أولا هيدا هيدا فاكت موجود هي أول شغالي بقولها ثاني شغالي بقولها من تجربتي أنا مع الفيروس إنه إنه ما فيشي أكيد ما حدا أكد إنه الزهير ما بيحس بي عوارد أو ما بيضايق كلنا ممكن نضايق كلنا ممكن نحس بي عوارد العوارد القطعت علي مش كتير هيني حسيت بي كل شي واتضيقت مظبوط ما فتت على المستشفى بس هيدا ما بيضل أبدا إنه اللي قطع ما أثر فيه وما حسيت فيه حسيت بي كل شي تانكيو كتير جوزيفين وحمد الله على السلامة بما أنه اليوم طلعت ناغاتف مرشي كتير خاصة الخبرية وحمد الله على السلامة وشكرا كتير على المشاركة مرشي لقالك ياسمين هلأ برجع لقالك إذا فيك شوي تشاركينا برأيك شو هي التوصيات اللي ممكن تعطيها كما ريد كطبيب وكشخص نصاب بالكورونا أوكي هلأ غير أنه الشخص يعزل نفسه وتما يعدي غيره وهي هكتير مهمة وصعبة بس أكيد يلازم خلال فترة المرض هلأ فيه فيتامينات مثل الزنك عم بنعطيه فيه فيتامين سا عم تنعطيه على دوزيت معيني الأدوية اللي اتتخذ بحل حرارة من الواجهة مثل البراسيتامول هذي أكيد توصيات لازم أكيد قد ما فيه أن يشربوا زوية لأنه هذي مهمة لو لو ما فيه قبلية ولو رحت الطعام الأكل قد ما فيه سوريا سمين عم قاتيك بس فيه هن ياخدوا الفيتامينات والقصص اللي عم بتقوليها من دون استشار الطبيب ايه هذي عادة فيك لأنه ما بيأذوا وعم بيكونوا مثل بروتوكول معمم يعني الكل عم بيأخدوا لشان هيك هبينقطعوا الأدوية بس هذي ما بيأذوا يعني هلأ إفادتون ما بنعرف قديش ما فيه داتا كفية ما فيه دراسات كفية بس أنه مش ضرر إذا أخذني هون هلأ ما لازم يأخدوا أي أدوى سمعين عنه لأنه عم كتير عامل حكة عن أدوية وعلى السوشيال ميديا بيكتبوها حتى مثل زيترو ماكس الأزيترو ميسيل إدرو كينين وهيك أدوية معينة ما بيصوة نعطب البيت فيها تكون مأزية للشخص مدومه رأى بطبية وما فيه داتا كفية عنا بتقول إنه هادي الدواء فيه يساعد أم يحمي من إنه نعمل مشكلة خطرة أم يعالج الكورونا ما فيه دراسات كيفية أبدا وبالوقت لأنه فيها تكون مأزية إذا شخص أخدها لوحده وخصوصي حتى لو عطيها الطبيب أو قد كتير بدنا نرأ بحالنا اللي احنا وعب ناخدها فيهم يعملوا ماشيك القلب فيهم يعمل تقطيش فيهم بقى بشين هيكي في كتير إدوية اللي احنا ما بنعطيها إلا ما يفوت الشخص على المستشفى بقى ما ياخدوا إلا يا فيتامينات وبانادول يا ما ياخدوا شيء إلا بالتنسيق أكيد مع طبيبهم أي دواء اللي كان وأي علاج عم ياخدوا لأشياء مزمنة عادة أكتر لك العلاجات تتكمل الأسبيرين مثلا في كتير نسأل الناس بيقولوا إلا ما بنعطي للكل ما في الدراسات بتقول الأسبيرين لازم الكل يقنوا بس الشخص عم ياخدوا فيه يكملوا وبقى إلا دوية أكيد الخطرة ما فينا ناخدها إلا بي استشارات يعني بقى هاي دي نقطة هاي توصية هلا التوصية الأخيرة وأنا كتير بتهملك تعبول القصة العلاج هو بش بس سايليش طبي هو علاج نفسي الشخص معزول أكيد فيه صعوبة لازم يجرب قد ما فيه إلاقي طريقة يريح حاله يعمل ماشي إذا قدر يمشي بمنطقة مش بعيدة عنه ما يعرض غيره لو الخطر أكيد يعمل أشياء بتسلي بترايحه ينام قد ما فيه لازم يرتاح إذا قدر والحكيم دوره بالعلاج النفسي مهم إذا قدر يعمل هالشي يعني قويت كتير إذا مجرد ما طمنت المريض على تليف أم شفتي أم بالمستشفى دور الطائم الطبي كله بالعلاج النفسي مهم من ضمن الأشياء اللي بيعملوا على الناس التعباني أنك تكون يحدهم ترايحيهم هيكتير لعب الدور لأنه العاملة النفسي بتطور المرض يمكن له دور مش بس العواكب النفسي طبعا المرض وكمان توصية أخيرة هين تسيت أولى الناس فيها إذا تضيقت وإذا ديقت نفس منا كتير قوية التنعط خفيفة ومنا مضطر أنه ما عملت نقص أكسجين وما بدأ نستشفى النومة على البطن كتير بتساعد تادي بيانت بدراسات معيني يعني فيها تساعد لأنه تحسن الأكسجين بالجسم غير أنه الحركة إذا قدرنا عملناها وأكيد نهو القوة ضد البات قد ما فينا تحوية للأسف هلأ جايين بشتة بشي ناك كنا عم نحذر أنه هالموجي خطرة لأنه موسم الشتي كمان ما بيساعدك تساعد حالك بكتير أشياء مية بالمية عن جد قدامهم ولازم العالم تعارف أهمية الصحة نفسية بهيد الزروف ونتفهم لما شخص بيكون بعزلي لما بيقول أنه مزعوج لما بيقول أنه متضايا لما بيقول أنه بحاجة يحكي قد ما فينا نحاول أنه نحن نكون حده بعرف أنه الكلمة ضغوط والكل تعبين بس أنه يعني يمكن هيك شوية هيك نعطي راحة للشخص يلي بعزلي هو شي أساسي لأنه منا سهلة في هيدا القلق دايم على حاله وعلى الناس يلي حوالي فكتير مهم نعمل هيدا الشي وبعتقد اللي كتير أساسي كمانا نخفف شوي نلوم بعض لأنه كتير عم نشوفها على فكرة ومبارح كمانا كنت عم شوف داعش خاص بيصيروا أنه حقدما تسرسبتوا وأخدتوا إحتياطاتكم شفتوا واجت الكورونا عليكم أنه هيدول الأحاديث نزا فينا نكون عم نخففون لأنه هي ما أجيت لأنه تسرسبوا هي أجيت لأنه هيك أنا وإلولي إياها يعني أنا وإلولي إياها عرفتين هلا إذا بدي أختم بشغلي بس في كلمة مهمة هي الضغط نحن هدفتا نحفف الضغط عن بعض نخفف الضغط عن طائم الطبي لازم نخفف الأشياء اللي مش ضرورية اللي عم تساعد بانتشار هالمرض ونخفف على ضغط بنلومه كمان للطبيب إذا ما رد عم رد معصبة مشي ما هو الطبيب قاعد بمحل مسؤولية كبيرة إن كان بالطوارق عم بعيدته عم ببيته عم شو ما كان فيه مسؤولية كبيرة علينا كطائم طبي بهالمرحلة ولأنه الحكيم تقدر يساعد بدي يكون مش مضغوط قد ما هلأ مضغوط وخصوصي إذا بدوا يساعد نفسيا بدوا يكون هو كمان مرتاح نفسيا والراحة النفسية صعبة بها المسؤولية الكبيرة اللي إحنا فيها اليوم بقى لازم يصير فيه تعاون من قبل الناس صعب يفكروا إنه أنا مش بس ما بدي قاعدة غيري واللي بحبهم اللي بدوا يساعدني بدوا يكون مرتاح تا يقدر يساعدني شكراً كتير ياسمين عن جد دعتيكن ألف عافية في شي أخير بتحبي تقولي قبل ما نختم مرسي لأليك ويمكن طوالنا شوي بس هيدا موضوع أنا كتير بيهمني وتمنى يوصل لعدد أكبر من الناس إن شاء الله وأنا من ميلتي بيهمني أقول كتير أساسي كل الأطباء اللي حاسين بأي ضغط من حقكم إنكم تلجأوا للأخصائيين من حقكم تاخدوا وقت لحتى ترتاحوا حتى لو مبين إنه الضغط ما بيسمح والوضع ما بيسمح بس إذا أنتوا ما كنتوا منح ما حتقدروا تقدموا الرعاية اللي لإزمة فاهتموا بحالكم لحتى تقدروا تعتوا أكتر وللأشخاص يلي معرضين إنه هني يكونوا عم ينصابوا ونحاول أدمى فينا إنه ناخد احتياطاتنا لحتى ما ننشر هيدا الوباء أكتر وأكتر شكراً كتير لكل يلي سمعونا ما تنسوا تتابعوا صفحتها على انستغرام لإرسال أسئلتكن فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا باي